السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسا جديد اذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جملة في اللغة الانجليزية من حياتنا اليومية كما نعلم افضل طريقة لتعلم مفردات جديدة اضعها في جمل بالتالي استطيع ان استخدمها في مكانها المناسب واطور من مفرداتي من خلال هذه الجمل والعبارات التي احفظها بشكل مستمر تابع معاي نهاية الفيديو هناك الكثير من الملاحظات والشروحات التي تطور من محادثتنا في اللغة الانجليزية كيف اقول انا في ورطة كبيرة يعني في مشكلة كبيرة I'm in big trouble I'm in big trouble كيف اقول اخبرني الحقيقة Tell me the truth Tell me the truth Truth حقيقة Tell اخبر Tell me اخبرني Tell me the truth اخبرني الحقيقة كيف نقول شكرا لك مقدما يعني شكرا لك مسبقا Thank you in advance او نقول Thanks in advance Thank you ممكن نقول Thanks Thank you in advance او نقول Thanks in advance كيف اقول انا متأخر I'm late I'm late كيف اقول يجب ان اذهب الان I have to go now I have to go now لاحظ Have to بمعنى يجب ونترجمها يجب ان يعني انا يجب ان اذهب الان او لابد ان اذهب الان I have to go now نعيدها لدينا لدينا I'm هي اختصار لي I am دائما الاختصار هو الافضل I'm in big trouble Tell me the truth Thank you in advance Thanks in advance I'm late I have to go now كيف اقول اقسم بالله يعني احلف I swear to god I swear to god اذا اقسم بالله كيف اقول انا مشغول الان I'm busy now I'm busy now اذا نحفظ بيزي لا نقول بي سي الاس نلفظها زان I'm busy now كيف اقول اقدر جهودك او انا اقدر جهودك I appreciate your efforts لاحظ C I A نفظها الشام I appreciate your efforts اذا اقدر جهودك I appreciate your efforts كيف اقول شكرا على اهتمامك Thank you for your concern Thank you for your concern لاحظ concern كيف اقول اريد ان اعتذر I want to apologize لاحظ Apologize I want to apologize I swear to god I'm busy now I appreciate your efforts Thank you for your concern I want to apologize كيف اقول انه سهل جدا It's a piece of cake لو ترجمت شكل حرفي انه قطعة كاك ماذا يعني انه سهل جدا It's هي اختصار لي It is It's a piece of cake لاحظ كلمة piece قطعة الميز بينها وبين كلمة ايضا piece نفس اللفظ لكن تختلف الكتابة piece الاولى قطعة piece الثانية معتها سلام ايضا لاحظ of لا نقول of of piece of cake اذا كان عندنا double f ننفضها fa of of it's a piece of cake كيف انا نقول اسمعني الاخر يعني لا تقاطعني اسمعني الاخر hear me out hear me out كيف اقول لدي سيارة او شيء ما مثلا نستخدم have او have got نقول i have a car i have got a car ايضا لدي منزل i have a house او اقول i have got a house يعني المقصد ممكن ابدل الاسم الذي يملكه لكن استخدم have او استخدم have got اذا استخدم have او have got فقط اغير الاسم الذي املكه i have a car i have got a car كيف اقول انه مشمس يعني الجو مشمس نعرف كلمة weather طقس ممكن نقول the weather is sunny today الطقس مشمس اليوم او مباشرة بدل الوذر نستخدم it it is sunny today او نختصرها it's sunny today انها مش مس اليوم طبعا it is تختصر نحذف ال i نضع apostrophe s it's sunny today او على حسب الجو ممكن cold it's cold today او يعني بارد او نقول عاصف it's windy today او نقول ماطر it's it's today it's rainy today نقول ماطر مرة it's it's a piece of cake it's a piece of cake hear me out i have a car i have got a car it's sunny today it's cold today it's windy today it's rainy today اذا حاول نحفظ هذه الكلمات واتدرب ايضا على كتابتها كيف نقول انه رجل قوي او رجل ضعيف he is a strong man او العكس weak ضعيف he is a weak man هو رجل ضعيف طبعا نتبع weak اذا كان عدنا double e اسبوع لكن عدنا weak ea معاته ضعيف نفس اللفظ لكن تختلف بالكتابة he is a strong man he is a weak man كيف نقول اشرب وفرة من الماء كل يوم او كثير من الماء drink plenty of water everyday plenty يعني وفرة من كثرة من كثير من او نستخدم a lot a lot of plenty of water a lot of water drink plenty of water drink a lot of water everyday كل يوم نحفظ كمية plenty وفرة او كثرة او a lot of نفس المعنى كيف نقول انه يساعد بجعل عضلاتنا قوية it helps make our muscles strong لا نقول مسكل muscles muscles عضلات muscles عضلة muscles عضلات it helps make our muscles strong كيف نقول ادفع لي المال او النقود pay me the money pay me the money ادفع لي المال كيف نقول انا سعيد او انا حزين i'm happy i'm sad i'm happy i'm sad he is a strong man he is a weak man drink plenty of water every day drink a lot of water every day it helps make our muscles strong pay me the money i'm happy i'm sad ما هذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن عشرين جملة في اللغة الانجليزية وعبارة كما قلنا دائما افضل طريقة لحفظ هذه العبارات هو ان اكتبها في مدونة او دفتر ما او في مكان تستطيع الوصول اليه عند المراجعة او الاحتياج لهذه الجمال ايضا ممكن تسجل نفسك فيديو تعيد هذا الفيديو اذا كان عندك اخطاء تصلح هذه الاخطاء بالتالي تمرر من لسانك واذنك على الاستماع وقدرتك على التحدث باللغة الانجليزية افضل طريقة لحفظ الكلمات هو ان تضعها في جمل افضل ما احفظ كلمة واعيد كتابتها عشر مرات خمسة عشر مرة عشر مرة لكن اجد صعوبة بتشكيل جملة انجليزية لذلك افضل طريقة حفظ عبارات وجمل مع الوقت والممارسة تلاحظ ان هناك تقدم وتطور في لغتك الانجليزية ورصيدك من المفردات الانجليزية بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن عشرين جملة من الحياة اليومية في اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعمل فائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته